على وقع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في عدد من مدن المنطقة الشرقية بسبب سوء الأوضاع المعيشية خرج رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح ببيان أكد فيه أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدف واستمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها المستشار صالح أوضح أن الضائقة المالية التي تمر بها البلاد سببها سيطرة الميليشيات المسلحة على مصر في ليبيا المركزي وحكومة السراج وعلى إثرها لم يحصل المواطن على أدنى متطلباته اليومية في بلد يعتبر من أغنى الدول في الثروات وأضاف رئيس مجلس النواب أن تدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى ترد الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لم تتحصل على شيء من دخل النفط والغاز ومؤكدا أن العمل جار على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وعند الانتخابات كشف المستشار صالح عن تنظيم انتخابات في المجالس البلدية خلال أقرب وقت وبعدها سيتم العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة وتلبية لمطالب المواطنين دع المستشار صالح الحكومة الليبية والجهات التابعة لها إلى الاجتماع لمعالجة المشكلات وتحقيق مطالب المواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيحة